يبدو أن شرارة الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية قد انتقلت إلى أوروبا وبالضبط فرنسا حيث شهدت جامعة السربونة الفرنسية احتجاجات معارضة للحرب في غزة فهل هي احتجاجات محدودة أم أنها مرشحة للتوسع وهل هي مؤثرة أيضا في القرار السياسي وماذا عن العالم العربي أين هو من هذا النوع من الاحتجاجات هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي من لندن أرحب بالبروفيسور فواز جيرجيس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن أهلا بك بروفيسور بداية جامعة السربونة الفرنسية العريقة تشهد مظاهرات طلابية ضد الحرب في غزة هل هي بداية الشرارة الاحتجاجية في أوروبا؟ أنا أعتقد يمكن أن تكون الشرارة الأولى وتتمدد إلى بعض الجامعات الفرنسية الأخرى ولا أوروبا علينا أن ننتظر لنرى ماذا سوف يجري في الأيام والأسابيع القادمة ولكنني أعتقد ما نشهده الآن هو أن الاحتجاجات في حوالي أكثر من 25 جامعة أمريكية في الأيام العشر الماضية قد بالفعل أدى إلى تأثير أدت هذه الاحتجاجات إلى تأثير مهم لأننا كما نعلم وكما تعلمين هناك هيمنة ثقافية في العالم الآن وهذه الهيمنة الثقافية تؤثر وخاصة في الجامعات الأمريكية العريقة بدأت بالفعل تتمدد ليس فقط إلى فرنسا ولكن أيضا إلى أستراليا وبعض الجامعات البريطانية أنا أعتقد أن هذه الاحتجاجات سوف تبقى وتتمدد في الأيام والأسابيع القادمة ولكن علينا أن ننتظر لنرى ماذا سوف يحدث قريبا لكن عندما نتحدث عن فرنسا دائما نتذكر الخصوصية الفرنسية نعلم أن فرنسا لديها تاريخ كبير مع الاحتجاج الطلابي نستحضر جميعا سنة 68 مظاهرة 68 الأمر لا يتعلق كذلك بالحركات الطلابية وكذلك العمالية الحركة العمالية في فرنسا قوية جدا ربما من هنا هل يمكن أن نتوقع أن فرص انتشار هذه الاحتجاجات بسبب هذه الخصوصية الفرنسية قد يكون أكبر وأقوى الحقيقة أنا أعتقد أنه سؤال في غاية الأهمية بأن الحركات الاحتجاجية الطلابية والعمالية في فرنسا لها تاريخ طويل وأنت ذكرت بالفعل ثورة الطلاب وثورة العمال في عام 1968 التي غيرت الإطار السياسي والثقافي والاجتماعي في فرنسا وأيضا نقطة في غاية الأهمية أن عام 1968 كان عاما جوهريا في الولايات المتحدة لأن هذه الاحتجاجات كانت الحقيقة الشعرة التي قسمت ظهر البعيد للحزب الديمقراطي وانتصر وقتها الرئيس نيكسون في الانتخابات الأمريكية من الحزب المحافظ والحقيقة ما يبدو الآن أن العديد من المراقبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة يحزرون الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ما يحدث في الولايات المتحدة يمكن أن يكون مقارنة بما حدث في عام 1968 والتي أدى إلى خسارة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسية العودة إلى سؤالك عن فرنسا بالفعل هذا التاريخ الطويل هذا الحراك الاجتماعي والثقافي في فرنسا يمكن أن يغير من المعادلة في العديد من الجامعات الفرنسية والأوروبية وأعتقد أن هذا الحراك الاجتماعي والثقافي هو الحقيقة يسمونه انتفاضة ثقافية يمكن أن تكون رأس الحربة التي تؤدي إلى احتجاجات ضخمة يدخل فيها الشرائح العمالية وشرائح الاتحاد في العمالية في فرنسا وبعض الدول الأوروبية أيضا الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة شهدنا أنها تسعت وصار كما تفضلت بروفيسور يطلقون عليها انتفاضة الطلاب الأمريكان يقومون بانتفاضة بحسب تعبيرهم لكن بالنسبة للسياق الأوروبي هل هو سياق وأنت خبرت طبعا السياق الأمريكي والسياق الأوروبي هل هو سياق مختلف تماما عن السياق الأمريكي أم هناك نقاط مشتركة يعني أولا أنا الحقيقة حضرت في العديد من الجامعات الأمريكية وأنا أيضا لأذكر للمشاهدين القناة المحترمة أنا أيضا كنت أستاذا زائرا في جامعة السوبون وسيونسبو لحوالي عشر سنوات وبالفعل هناك سياق أوروبي يتميز عن السياق الأمريكي وأيضا الأسئلة علينا أن نذكر المشاهد بأن فرنسا كانت رائدة تاريق عريق في الاحتجاجات الطلابية ولكن ما يحدث الآن بالفعل أن الهيمنة الثقافية الأمريكية تلقي بزلالها على الجامعات الغربية بما فيها في أستراليا ونيوزيلين وبريطانيا وفرنسا ولكن في نهاية المطاف أنا أعتقد هناك بعض التمايز وهناك بعض نقاط المشتركة ولكن في نهاية المطاف تمدد الاحتجاجات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأيضا في الدول في أستراليا وغيرها يمكن بالفعل أن يكون منعطفا في هذه الأزمة في هذه الحرب في غزة لأن العديد من السياسيين والنخب السياسية الآن تتعرض للعديد من الضغوط في الشارع في الجامعات وعلينا أن ننسى أيضا الجامعة هي مركز الثقل السقافي والفكري والاجتماعي ومن هنا أهمية هذه الاحتجاجات لأننا لا نتحدث فقط عن طلاب في جامعات عريقة هؤلاء الطلاب لديهم آباء وأمهات وأجداد وزملاء ومن هنا تمدد هذه الاحتجاجات أيضا يعكس تمدد الغضب الاجتماعي والثقافي في المجتمعات الغربية بما فيها الأمريكية صحيح والطلاب هم نخب المستقبل أيضا إلى أي مدى هذا أيضا سيساهم ربما في تغير الموقف الغربي تجاه بعض القضايا ومنها القضايا العربية المتعلقة بالشرق الأوسط أنا بكل تواضع متشام للغاية ليس هناك ضوء في آخر النفق إحدى النقطتين أنا أعتقد يمكن أن نستخلص النقطتين في السبع أشهر الأخيرة أولا هناك فجوة الآن كما تعلمين بين الدول الغربية الليبرالية وعالم الجنوب أو العالم النامي أو العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم في الجنوب هذه الفجوة الحقيقة تتسع لأن هناك الحقيقة خلاف جوهري وعميل بالنسبة لوقف اطلاق النار وبالنسبة للمساعدات الغربية لإسرائيل النقطة الثانية أنا أعتقد لم تعطى حقها هناك فجوة كبيرة بدأت تظهر إلى الصدح بين النخب الحاكمة في الدول الغربية وشعوبها لا أعطيك مسأل عن ما أن أعني بذلك استطلاعات الرأي في كل دولة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هناك أغلبية مطلقة أغلبية مطلقة من الشعوب الغربية التي تريد وقف اطلاق نار فوري ودائم وشامل وتريد الحقيقة عدم تزويد بالأسلحة إسرائيل لإستمرار في هذه الحرب في عين أن النخب الغربية حتى الآن لا بريطانيا ولا الولايات المتحدة تقبل بوقف اطلاق نار فوري ودائم وشامل وتقبل بعضا تزويد إسرائيل بأسلحة وهذا يدل بالفعل على الفجوة المهمة في المجتمعات الغربية الآن لكن هذه النخب طلاب اليوم ربما يستلمون مواقع سياسية هل هذا ربما يبشر نهاية النفق الطويل إن صح التعبير أنه ربما ستتغير الرؤى بعد سنوات عديدة مما لا شك فيه في الوقت الراهن نحن نتحدث عن عقدين من الزمن كل الاستطلاعات كل الدراسات تقول بأن هناك خلاف جيلي بين الطبقة الحاكمة يعني تصوري الرئيس الأمريكي جو بايدن عمره منين سنة هو ينتمي إلى جيل الحرب الباردة من الخمسينات والستينات ولكن هذا الجيل والمهم في هذه النقطة للمشاهد العربي عندما نتحدث عن هذه الانتفاضات بكل تواضع يعني الشرائح اليهودية تلعب دورا مهما في هذه الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية في الجامعات الفرنسية نحن لا نتحدث عن عرب وبسلمين ضد اليهود هذا كلام حراء لا يعني أبدا الشرائح التقدمية اليهودية تلعب دورا مفصليا في تغذية هذا الحراء وهذا يدل ما نشده الحقيقة القطاع الشبابي التقدمي القطاع الشبابي إنساني القطاع الشبابي يريد تغييرا يعني يؤدي إلى إنهاء الحروب التخلص من الحروب وهو ليس معاعد للسامية وليس يريد يعني يؤيد لحماس هذا الكلام الحقيقي يتم استغلاله سياسيا الاحتجاجات الغربية الشبابية يمكن بالفعل أن تؤدي إلى تغيير جوهي في الاستراتيجيات الغربية بعد عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن وليس في الوقت الراهن بروفيسور نعلم جميعا أن للقضية الفلسطينية ما كان في الوجدان العربي لدى الشعوب العربية وكنا نشهد من قبل في أحداث ربما أقل مما تشهده غزة اليوم خروج مظاهرات طلابية في مختلف الدول العربية إلى جانب مظاهرات مليونية اليوم هذا المشهد غائب لماذا؟ غائب وهناك حزن الحقيقة يعني تحدثي مع الطلاب العرب الطلاب العرب وانا لا أعمم يشعرون بالألم يشعرون بالحزن يشعرون بالإهمال يشعرون بالإحباط لأنهم ممنوعون من الاحتجاجات ممنوعون من التظاهر يعني تصوري العديد من الجامعات العربية هي الحقيقة تحيد بها يعني العديد من رجال الأمن لا يمكنك الدخول إلى جامعة معظم الجامعات العربية هناك بوابة وهذه البوابة الحقيقة يعني لديها حراسة إلى درجة كبيرة للغاية وهناك طبعا قمع قمع سياسي في العديد من الدول العربية ومن هنا الحقيقة المؤلم والمحزن في الجامعات الأمريكية أن هذه الدولة الليبرالية التي تحتفل بأنها الحقيقة هي قائدة رائدة العمر الليبرالي الآن تحاول حقيقة تخوين هذه الاحتجاجات الشعبية ولكن في العالم العربي يا للأسف ليس هناك من حرية للرأي وليس هناك من هامش للحركة للطلاب العرب وأنا أعتقد أن هذا الإحباط هذا الغضب يمكن أن يكون له تأثير في غاية الخطورة على العمل السياسي في العالم العربي وعلى قضية الانفجار وعلى قضية الانفجار والانتفاضات في الشوارع العربية لأن هذا الغضب وأنا لا أبالغ هذا الغضب الشبابي في العالم العربي هو الحقيقة يتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية في غاية الخطورة وهذا التزامن بين الغضب مما يحدث في فلسطين وغزة وهذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تكون الشرارة التي تفجر بعض المجتمعات العربية أتمنى أن أكون مخطئا ولكن هذا هو الحقيقة الواقع الحقيقي في العديد من المجتمعات العربية هل يمكن القول أن المجتمعات العربية هناك حالة مشابهة في كل الدول أم أن هناك ربما بعض الدول العربية التي قد تختلف أو قد تسمح بذلك طبعاً هناك اختلافات مهمة للغاية يعني لبنان يختلف سوريا في حالة حرب ولكن هناك الحقيقة يعني أنا أعتقد أن النقاط النقاط المشتركة بين المجتمعات العربية مهمة للغاية يعني دعيني أكون صريحاً للغاية أنا أعتقد أن هناك نقاط مشتركة كبيرة بين المغرب والأردن ومصر والعراق والعديد من الدول العربية الرئيسية طبعاً دول الخليج تختلف بعض الشيء ولكن العديد من الشرائح الشعبية في دول الخليج هي أيضاً محبطة لدينا العديد من الدراسات المدانية ومن الإحصاءات التي تقول بأن الشباب الخليجي مستاء للغاية وغاضب للغاية ويريد الحقيقة وقف إطلاق النار ومساعدة الشعب الفلسطيني ولكن لا يستطيع الشباب العربي في كل معظم المجتمعات العربية التعبير عن هذا الغضب وهناك كما تعلمين قمع لبعض الحقيقة الاحتجاجات المتواضعة النسائية والقنونية في المجتمعات العربية وهذا بالفعل يقول لنا أن نتصوري الطلاب في الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وبريطانيا يحتاجون ولكن شبابنا لا يستطيعون شكراً لك بروفيسور فواز جيرجيس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من لندن بهذا مشاهدنا الكرام نصل إلى نهاية المسائية إلى اللقاء